منصة تويتر هل تدخل حقبة جديدة بعد استحواذ إيلون ماسك تأسست المنصة في العام 2006 على يد ثلاث شركاء هم المدير التنفيذي السابق جاك دورسي الذي غادر منصبه بعد 15 عاما في نوفمبر من العام 2021 تولى براغ أغنول منصب المدير التنفيذي للمنصة لدى المنصة الآن 217 مليون مستخدم نشط يوميا وتنشر يوميا عليها 500 مليون تغريدة في إبريل من العام 2022 أعلن إيلون ماسك على استحواذه على النسبة الكبرى في المنصة بواقع 9.2% من الأسهم ومنذ أن أصبح أحد مساهميها لم يتوقف عن انتقاد المنصة حتى وصفها بأنها تحتضر فهل يرغب ماسك في تغيير هوية تويتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المعسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة سلاموني تريدينج شانل مع هذه الحلقة الاستثنائية بعنوان إيلون ماسك يقول بفلوسي أقدر أشتري العالم كله وليس تويتر فقط ماذا يريد إيلون ماسك من تويتر؟ هذا السؤال تصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام بالتحديد منذ أن اشترى ماسك 9% من أسهم موقع الطائر الأزرق تويتر ليصبح أكبر مساهم فيه بحصة تفوق حصة مؤسس التطبيق نفسه من هنا تساءل المتابعين على تويتر هل فعلها إيلون ماسك للتحكم في الموقع أو لأسباب متعلقة بالربح والكسب المادي أم لأسباب تتعلق بحرية التغريد والنشر على الموقع أم للمكانة والوجهة الاجتماعية وعلى الرغم من أن ماسك نفسه لم يجب عن هذه الأسئلة التي تطرح وذلك على الرغم من تلميحه طوال الأيام الماضية بأنه سوف يقوم بإدخال تغييرات على الموقع عبر انضمامه لمجلس الإدارة إلا أنه تم الإعلان رسميا عن عدم انضمامه للمجلس وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي لتويتر براج أجروال عندما قال إن الملياردير الأمريكي أخبره بعد مرغبته في الانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة وهذا ما وصفه بيرج في هذه التغريدة بأنه القرار الأفضل للشركة التي كانت واضحة بشأن المخاطر التي كانت سوف تلحق بها لو انضم ماسك إلى مجلس إدارة تويتر على الرغم أنها في البداية كانت متحمسة لذلك والآن من هو المطلوب منه الإجابة على كل الأسئلة السابقة كما أكد أيضا مجلس إدارة تويتر أنه من الأفضل أن يكون ماسك وكيلا للشركة يتصرف بعيدا عن مجلس الإدارة بما يخدم مصالحه ومصالح المساهمين أضاف الرئيس التنفيذي لتويتر أيضا في تغريدة منه عبر الموقع أن تويتر سيبقى منفتح لجميع مداخلات ماسك باعتبار أنه من أكبر المساهمين كما أنه يعتبر من ضمن الأشخاص الذين لهم حسابهم الخاص على تويتر ومما يزيد الارتباك والحيرة هي تغريدات براج أجنوال الرئيس التنفيذي لتويتر منذ بضعة أيام والتي لم يذكر فيها شيئا عن مخاطر انضمام ماسك إلى مجلس الإدارة حيث كانت تغريداته متحمسة لذلك لكن يبدو أنها كانت مجرد تغريدات تسويقية التغريدات التي شغلت تويتر في الفترة السابقة عن صلب هذا الموضوع نبدأ مع تغريدات يوسف الذي خمنا قائلا ما هو يا إما لما دخل على تويتر وقال لهم حري التعبير أولو لا سكت بدل من طلعك بره بالقوة يا إما حصل اتفاق بينهم ما راح نعلمه ولا نفهمه إلى الأبد وفعلا لا زال هناك غموض يحيط بهذه القصة أما عبد القادر فيقول في تغريداته ضاحكا حزنت على اللي صدق ماسك جاي يمنح الحرية ويغير سياسات تويتر دهراج الأعمال كل اللي يهمه المال فقط وكالعادة لعب في سهم من الأسهم لحسابه واشترى أكبر نسبة وهيقول للناس كنت بالعب سمير يغرد قائلا المريب في كل القصة إن ماسك نفسه ما قال شيء لا قال راح نضم ولا راح نسحب فيه شيء غلط والموضوع فيه إنه أما التغريدة الأخيرة فهي لسامر يقول ماسك أثبت إنه لا يقوم بخطوة إلا وليها هدف منذ زمن بعيد لهدف بعيد يجوز يكون ماسك هو من يبتز إدارة تويتر ويجوز يكله خطته المستقبلية للموقع ويجوز فعل ما يريد دون أن يتدخل في الإدارة التوقعات لا تنتهي لكن هناك سؤال بيطرح نفسه ماذا تعني الملايين والمليارات في لغة رجال الأعمال الملايين لا تعني الكثير في لغة رجال الأعمال الملياردير الكندي الأصل الأمريكي الجنسية إيلون ماسك عرض شراء تويتر بقيمة شرائية تصل إلى 43.31 مليار دولار إيلون أغنى رجل في العالم سيدفع 54.12 دولار على كل سهم نقدا مما يمثل زيادة تبلغ 54% على سعر الإغلاق في يناير الماضي 2022 بقيمة 43 مليار دولار مما أدى إلى ارتفاع سعر أسهم تويتر بنسبة 18% إلى 26% راديو فرنسا الدولي قال إن إيلون ماسك الذي يسيطر على شركة تيسلا للسيارات الكهربائية يستحوذ على 9% من أسهم تويتر في إبريل الماضي ويمتلك 73.5 مليون سهم في تويتر وهذا يعني أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار حصة إيلون ماسك في تويتر أصبحت أربع أضعاف حصة مؤسس المنصة ماسك يستخدم تويتر منذ العام 2009 ويمتلك أكثر من 80 مليون متابع على تويتر وعلى الرغم من عرض إيلون ماسك الكبير والمغري قال الأمير الوليد ابن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أنه يرفض رفضا باتا المبلغ المعروض من رجل الأعمال الأمريكي ومن المعلوم أن الأمير الوليد ابن طلال يمتلك 2.5% من أسهم تويتر يقول أن عرض ماسك لا يقترب من القيمة الجوهرية للشركة وكان الوليد قد اشترى حصة من تويتر بنسبة 3% في العام 2011 قبل أن يرفعها إلى 5.2% في العام 2015 إيلون ماسك الذي غزى الفضاء وغير مفهوم السفر إليه يريد أن يوسع إمبراطورياته في العالم الافتراضي لا يكتفي بكونه أغنى رجل على كوكب الأرض ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس يزاحم ويناكف عملاق السوشيال ميديا تويتر وكان في الماضي قد أصدر بعض التغريدات التي فهم منها بأنه يفكر في إطلاق منصة جديدة واستفتى جمهور الطائر الأزرق تويتر في ذلك لكنه تخلى عن الفكرة وفاجأ الجميع بما فيهم الجمهور الذي استفته واشترى حصة تويتر بمبلغ 9.2% كما قلنا لتصعد معها أسهم تويتر إلى 18% ثم إلى 26% هذه الحصة والتي قدرت بـ 73.5 مليون ساهم جعلت ماسك أكبر مساهم في الموقع استثمار انعكس بالإيجاب على أسهم المنافسين ميتة وسنابشات واستنادا للأرقام التي ذكرناها فقد بلغت حصة ماسك في تويتر 2.9 مليار دولار بناء على إغلاق سهم الجمعة الماضية وباحتساب قيمة السهم اليوم أي بعد مرور أزوع فقط أصبحت قيمة الحصة 3.4 مليار دولار إيلون ماسك يستثمر في تويتر بحصة 9.2% من الأسهم متجاوضا بذلك حصة جاك دورس المؤسس بأربعة أضعاف دورس حيث يمتلك 2.25% فقط من أسهم تويتر لكن ماذا عن باقي المستثمرين الآخرين في تويتر منهم وما قيمة أسهمهم مورجان سنالي ويمتلك حصة مقدارها 9.2% من الأسهم فانجارد جروب ويمتلك حصة مقدارها 8.8% من الأسهم شركة بلاك روك وتمتلك 6.5% ستاند ستريت جراغ وتمتلك 4.4% لوم بيان كابيتل وتمتلك 2.7% من الأسهم لكن من المهم جدا ومن الضروري أن نتعرف كيف يفكر أغنى رجل في العالم اللي لما بيكون مبسوط بيرقص اقترح ماسك جعل منص تويتر مأوى للمشردين بعد أيام قليلة من تعيينه عضو في مجلس إدارتها قبل أن يغادرها لا يزال الملياردير الأمريكي إيرون ماسك يثير الجدل باقتراحاته واستفتاءاته ماسك نشر استطلاعا يقترح فيه تحويل مقر تويتر الرئيسي إلى مأوى للمشردين لأنه لا يرى أحد يكتب أو يغرد أو يعمل داخل الشركة كما نشر ماسك إحصائيات عن أفضل عشر حسابات على تويتر تحظى بأكبر عدد من المتابعين منتقدا أنقل التفاعلهم من بينهم حساب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وريهانا وكريستيانو ورونالدو وفي النهاية يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية من هذه الحلقة أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس اكس اشترى حصة قيمتها تسعة واثنين من عشر في المية في تويتر بقيمة تلاتة مليار دولار ليسيطر على نحو تلاتة وسبعين ونصف مليون سهم بها مما يجعله أكبر مساهم في المنصة وسط مخاوف موظفي تويتر بشأن مستقبل وقدرة الشركة على إدارة المحتوى خاصة عقب تأكيد ماسك إضافة مميزات وميزات جديدة للمنصة منها وضع علامات اختيار للمصادقة فضلا عن إزالة الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الميزات الإضافية ولا زال للموضوع بقية لو عجبتك الحلقة ما تنساش الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وكتاب التعليق نتعرف من خلاله رأيك في هذا الموضوع إلى أن نلتقي في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي اشتركوا في القناة